موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة الإسرائيليون يعلنون العجز ويتراجعون خوفا أمام بوادر الانتفاضة الثالثة وكانت وطن الأنباء نشرت بعنوان رغم الإجراءات القمعية إجماعا إسرائيلي على العجز في منع عمليات المقاومة أجمع المعلقون الإسرائيليون على أنه لا يوجد لدى إسرائيل أي قدرة على وقف الموجة الحالية من عمليات المقاومة الفردية التي تستهدف المستوطنين في المدينة المقدسة وقال نير حسون المعلق في صحيفة هاريتس إن الإحباط صيد الموقف وهناك إحساس بعدم قدرة الدولة على توفير الحماية لليهود في المدينة وفي تقرير نشرته الصحيفة هاريتس في عددها الصادر اليوم الأربعاء أوضح حسون أن الاستراتيجية التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لوقف مظاهر انتفاضة القدس والتي تقوم على سياسة العقوبات والتهديدات محكوم عليها بالفشل الذريع وحتى صحيفة يسرائيل هيوم ذات التوجهات اليمينية قالت في مقال نشرته صباح اليوم يستيقظ شاب فلسطيني ما ويقرر فجأة أن ينفذ عملية ما وهكذا سيكون من المستحيل إحباط العملية قبل وقوعها وفي ذات السياق قال رفئين الباز عضو المجلس البلدي للاحتلال في القدس إن المدينة بدت صباح أمس كمدينة أشباح بسبب خوف المستوطنين من الخروج وممارسة مناشط حياتهم اليومية وفي مخابلة مع الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم نوها الباز إلى أن معظم أولياء الأمور رفضوا إرسال أبنائهم للمدارس على الرغم من أنه لم يتم تعليق الدراسة في المدينة لماذا يكشف تنظيم الدولة عن وجوه مقاتله في الفيديو الجديد؟ في هذا السياق نشرت صحيفة التايمز التي جاءت افتتاحيتها بعنوان التصدي للبربرية وحشية تنظيم الدولة لا إنسانية ولكنها ليست تعتباطا جاء فيه تقول الصحيفة إنه يصعب إيجاد منطقا إنسانيا لأفعالا غير إنسانية ففي يوم الأحد أصدر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يظهر إعدام 12 جنديا سوريا وعرض رأس عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيغ الذي أعدمه وتضيف الصحيفة أنه بينما يمثل إعدام الجنود وحشية تامة فإن إعدام مدنيا يحاول تخفيف معاناة المدنيين أمر لا يمكن فهمه وتستدرك الصحيفة قائلة إنه على الرغم من ذلك فإن وحشية تنظيم الدولة الإسلامية لها مبرها الخاص بالنسبة لهم حيث أن التنظيم يدير حملة دعاية وعية وذكية ويدرك أن إعداما ملغ الوحشية سيرسل موجات من الفزع في شتى بقاع العالم وترى الصحيفة أن مقتل الجنود السوريين بطعناة بالسكاكين على يد مسلحين غير ملثمين يبدو على النقيض من الأسلوب السابق للتنظيم في إخفاء وجوه مسلحه والهدف الرئيسي من تغيير السياسة التنظيم فيما يتعلق بإظهار وجوه المسلحين هو إثارة الرعب والفزع حسب ما تقول الصحيفة وتخلص الصحيفة إلى أن هذه الأعمال الوحشية تهدف إلى إثارة فزع خصوم التنظيم لكنه فزع بقدر محسوب لأن التنظيم لا يرغب في إبعاد خصومه بصورة تامة بل استدراجهم للقتال على الأرض وتضيف أن قادة التنظيم يودون استدراج الدول الغربية إلى حرب على الأرض في سوريا والعراق لاعتقادهم أنه في حال حدوث ذلك ستنفد طاقة الغربي سريعا مثل ما حدث في العراق وأفغانستان وسيكون النصر معقودا لتنظيم الدولة الإسلامية وتقول الصحيفة أيضا إن نشر هذه التسجيلات الوحشية أصبح وسيلة يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية في تجنيد مقاتلين جدد وأنها موجهة بشكل كبير لاستقدام مجندين من الغرب ولإثارة فزع الغرب ولهذا عادة ما تكون هذه التسجيلات لتسجيلات عمليات الإعدام باللغة الإنجليزية ويتحدث فيها أشخاص بلهجات غربية واضحة ماذا وضع بوتين على طاولة المفاوضات؟ الإجابة في صفحة الرأي في صحيفة الفاينانشل تايمز التي نشرت مقالا لمحرر الشؤون الخارجية جدعون راتشمان بعنوان المسدس النووي على الطاولة يقول راتشمان إن السلام النووي ما زال قائما منذ ثلاثين عاما إلا أنه لم يعد يشعر بكامل الطمأنينة من عدم استخدام هذه الأسلحة وأفرد كاتب المقال ثلاثة أسباب بشأن قلقه من استخدام الأسلحة النووية الأول انتشار الأسلحة النووية في بلاد غير مستقرة مثل باكستان وشمال كوريا وثاريا أصرع بين البلدان الذي ينبئ بقرب حدوث حرب نووية وثالثا أن القلق أضحى أكثر إلحاحا بسبب ازدياد حديث روسيا عن الأسلحة النووية وأوضح راتشمن أن روسيا تسعى إلى التباهي بقدراتها النووية داخل بلادها وخارجها مضيفا أنه استمع إلى محاضرة ألقاها روسي باريزون في واشنطن أكد خلالها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وضع السلاحة النووية على الطاولة وأشار كاتب المقال إلى أن بوتين طالما شدد أمام مواطنيه على أنهما من أحد من شأنه العبث مع روسيا لأن بلاده لديها أسلحة نووية وختم بالقول إن روسيا تحاول يائسة منع تزويد أوكرانيا بالأسلحة لذا فهي تحاول إرسال رسالة مفادها أن أي تطور للأزمة الأوكرانية الروسية سيضطرها إلى استخدام أسلحتها النووية بعد وفاة عدة معتقلين بسبب الإهمال ومنع العلاج في السجون المصرية المعتقلون يبدأون إضرابا عاما داخل السجون نشر موقع حابيرلار الإلكتروني التركي بعنوان لجنة متابعة إضراب السجون بمصر تعلن استمرار الموجة الثالثة حتى الجمعة قالت اللجنة العليا لانتفاضة السجون في بيان لها إن الموجة الثالثة من إضراب المحبوسين عن الطعام في السجون المصرية من معارض السلطات الحالية قد بدأت صباح أمس في 76 سجنا ومقر احتجاز بإجمالي عدد منضربين تجاوزت 19 ألفا امتنعوا عن الطعام واعتصموا داخل الزنازين ورفضوا الخروج للتريض وعلنت اللجنة مواصلة الإضراب حتى يوم الجمعة المقبل مع البدء في خطوات تصعيدية يومية لم تحددها لتكون صرخة مدوية للمعتقلين من أجل تنفيذ مطالبهم وفقا للبيان وتتمثل مطالب المحبوسين بحسب البيان في وقف المحاكمات المسيئة للمعتقلين والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو للنيابة العامة وكذلك وقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين وتوفير رعاية الصحية المناسبة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث وأشر البيان إلى أن عدد الأسر التي أضربت تضامناً مع ذويها من المعتقلين 12762 أسر بإجمال ما يقارب 70 ألف فرد وحسب ما تم في الموجتين السابقتين فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام والزيارات وأحياناً الشراب لمدد يتم الإعلان عنها عاقب بدء الأضراب في محاولة للضغط على إدارات سجون المختلفة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ طلبتهم هل تصبح المنطقة العازلة واقعاً؟ أم تبقى ما بين أخذ ورد؟ وكالة أنباء الأناضول لشرط لمراسلها خالد عولشاً بعنوان تركيا موقفنا من إقامة منطقة عازلة في سوريا متقارب مع أمريكا جاء فيه أكد وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو أن هناك حاجة مستة لستراتيجية شاملة من أجل الخروج من الأزمة السورية لافتاً إلى أن موقف بلاده بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية متقارب مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً أنه لا يوجد حاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي وأضف جويش أغلو خلال لقاء أدره مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية أن تركيا تؤكد على ضرورة رحيل بشار الأسد من أجل الوصول إلى حل للأزمة في سوريا قائلاً لا يوجد اختلاف في وجهات النظر مع الولايات المتحدة الرئيس أوباما أكد أكثر من مرة ضرورة رحيل الأسد وأشر وزير الخارجي أن فرنسا تؤيد إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية السورية وأن إقامتها ضرورة عاجلة من ناحية إنسانية واستراتيجية وعسكرية وأفاد الوزير التركي أن ضربات الجوية الموجهة لتنظيم الدولة داعش غير كافية للقضاء عليه وأن تركيا قالت ذلك قبل بدء العملية العسكرية للتحالف الدولي في سوريا نافتاً أن بلاده تواصل دراسة موضوع تدريب وتسليح المعارضة السورية وأن دولاً أخرى أيضاً تدرس نفس الموضوع هل سيتحول السلاح الذي طعن به السوريين إلى سلاح يتوجه ضده؟ صحيفة القدس العربي نشرت بعنوان جنود جيش النمر التابع للنظام سهر الحسن سيطح بالأسد ويصبح رئيساً لسوريا نشرت القدس العربي حديثاً أجرته أليمار اللاتقاني مع عصر متطوع في سرايا العقيد في جيش النظام السوري سهر الحسن أو جيش النمر كما يسمونه حيث أعلن أنه الآن في درعة وسيحقق انتصاراً قريباً هناك مشيلاً إلى أن النمر لم يرى ابنه منذ ثلاث سنوات وأنه أقسم أن لا يراه قبل النصرة كما أكد أنه المطلوب الأول في سوريا وبيّن مصدر خاص للقدس العربي أن النمر مرشح الإيرانيين والروس لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا وأن عناصره على قناعة تامة بأن النمر سيصبح رئيساً للبلاد بعد أن يطحى بنفسه بالرئيس الأسد مؤكداً أن صلاحياته ليست من الرئيس كما يدعي البعض بل هي من الروس والإيرانيين وأنهم ياثقون به حتى نهاية ودلل بذلك على تحركات النمر التي تطالل مناطق الحساسة أو تلك التي باتت في وضع سيء أما قوات الأسد فلا تعرف سوى الهزائم واحدة تلو الأخرى على حد قوله وأضف أن هناك خمسة نسخ طبق الأصل عن النمر لجعل تغييبه عن سحة القتال شبه مستحيل وإحدى هذه النسخ هي ضابط استخبارات إيراني يذكر أن حسن ومنذ أن أطلق الإيرانيون يده في حماه اعتمد في القتال على ثلاث ركائز أساسية أولها منع السرقات منعا باتا لكي يحافظ على معنويات جنده وأنه يقوم بإعدام أي شخص يقوم بتعفيش أي بيت ميدانيا وبدون أي إرادع وأشر إلى أن الركيزة الثانية التي اعتمد عليها النمر كما يسميه هي الصلاحية المطلقة في التحكم بجميع القوات جيش وميليشيات الشيعة والميليشيات المحلية فالطيران مثلا يقصف أي منطقة يأمر سهيل حسن بقصفها دون أي تلك أما ركيزة الثالثة فهي اعتماده سياسة الأرض المحروقة فلا شيء يتحرك خلفه سوى جنوده ولا يسمح بأن يتهدد أمن جيشه ولو حتى مدينة بأكملها ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى صحيفة الحياة التي نشرت مقانا لإبراهيم حميدي بعنوان ديمستورة يقترح لا مركزية ومصير بشار الأسد يعقب عملية سياسية جاء فيه بشار الأسد لا يستطيع استعادة السيطرة على كامل البلاد وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والمطلوب حاليا وقف فرامة اللحم في سوريا وتوسيع اتفاقات وقف النار المحلية على أساس ثلاث أولويات تتعلق بخفض مستوى العنف وإيصال المساعدة الإنسانية وزرع بذور الحل السياسي وبدلا من أسلوب المبعوثين الدوليين السابقين كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي القائم على تنفيذ بيان جينيفا الأول الصدر في حزيران يونيو 2012 وتشكيل جسم انتقاليا بصلاحية تنفيذية كاملة من ممثلين نظام والمعارضة المعروف بأسلوب من فوق لتحت وبدلا من عمليات جينيف التي تضمنت جلستين مفاوضات بداية العام فإن المبعوثة الدولية الجديد ستيفاندي بستورا يتبع أسلوبا مناقضا يقوم على أسلوب من تحت إلى فوق بدءا باتفاقات وقف النار إلى المصالحات والإدارات المحلية وانتهاءا بحل سياسي ومصير الأسد من دون تركيز كبير على بيان جينيف والمرحلة الانتقالية الاختراح يعني توسيع بقع الحبر على الأرض السورية لأن الطريقة الحالية لا تحقق أهداف الشعب السوري التي خرج لتحقيقها بدأ من تظاهرات أذار مارس 2011 بالتالي لمدة من البحث عن كيفية الوصول إلى الأهداف بطريقة أخرى وإن أخذ الأمر وقتا أطول ما يعني العمل أولا على وقف النار لأن هذا سيسمح للمضي في الحل السياسي والوصول إلى حال انتقالي تفاوضي أما رحيل الأسد فإنه سيعقب عملية سياسية بدلا من أن يكون شرطا مسبقا سيزاح من جانب الشعب السوري بإيجاده بالحل السياسي عبر عملية سياسية وآمنة تحت رقبة دولية وبضمانات دولية ما يعني عمليا اشتراح مقاربة استراتيجية لإنهاء الصراع في سوريا بسلسلة من الخطوات البراغماتية ضمن إطار عام للتسوية إذا تم الاتفاق على اتفاق الإطار فإنه سيتناور القضايا الجوهرية التي ألهبت الصراع بما في ذلك إنهاء الدولة البوليسية الأمنية وبغياب مقاربة كهذه فإن نتيجة ستكون نتيجة الحرب الدولية والإقليمية والمحلية على تنظيم داعش الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المخاطرة بتقوية هذين التنظيمين وتشضي سوريا وتفتيت المعارضة إذا كان الإسلام متهمة فنحن كلنا متهمون هذا ما يقوله برهان غليون في عنب بلدي أونلاين حيث هاجم الدكتور برهان غليون عضو الائتلاف المعارض قرر حكومة الإمارات العربية المتحدة بتصنيف 83 جماعة ومنظمة إسلامية في العالم تحت قائمة الإرهاب معظمها في سوريا بما فيها حركة الإخوان المسلمين وفصائل معارضة تقاتل ضد قوات الأسد وقال غليون عبر صفحته الشخصية في فيسبوك نعرف جميعا حساسية الإمارات في جهة بعض التنظيمات الإسلامية السياسية والتي يشاركها فيها الكثير من دول الخليج لكن لا أدري ما هي الفائدة من تعميم هذه الحساسية على الجميع وأضف غليون الذي يشغل أيضا مركز مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في فرنسا إن هذا الموقف لا يخدم قضية الحرب ضد التطرف وداعش بشكل خاص لكنه يخدمها أي داعش واعتبر غليون أن هناك خطرا كبيرا في أن تؤدي هذه الاتهامات غير المبنية على أساس أو برهان لمنظمة لا تشترك إلى بصفتها الإسلامية في حين يصبح إطلاق صفة الإسلامي أو الإسلامية على هذا التنظيم أو ذاك بحد ذاته تهمة ونوها إلى أنه في هذه الحالة يخشى أن يغذي مثل هذا الخلط الخطير بين الإسلام كمصدر إلهام وعقيدة والإسلام كتيار سياسي أن يغذي نزعة العداء الشامل الإسلامي كإسلام والتي تطورها وتعمل عليها قطاعات من الرأي العام الغربي العنصورية التي تعتبر الإرهاب والتطرف جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية وتعبئ العالم ضد المسلمين وتبرر العدوان عليهم وانتهاك حقوقهم وفي الختام وجه غليون عبارة إلى مصدر القرار بالقول لهؤلاء نقول إذا كان الإسلام تهمة فنحن كلنا متهمون يشار إلى أن قرار الإمارات الأخير لاقى استهجانا واسعا من قبل فصائل المعارضة في سوريا ومن قبل منظمة إسلامية في أوروبا وبعض البلدان العربية إذ اعتبرته تنفيذا لأجنزات غربية لا تخدم سوى مصالحها ونفوذها في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل عم في الذكرى الأولى لاستشهاده حج مارع في عيون كتاب وإعلاميين عنوان لما نشره موقع السراج بريس جاء فيه في مثل هذا اليوم من العام الفائت استبدل النشطاء صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الشهيد الصالح القائد الذي طالما قهر أعداءه بنوبله وإقدامه وبعد عام من استشهاد البطل يعود كتاب ونشطاء وصحفيون ليحيوا ذكرى الصالح عبد القادر من خلال صفحاتهم أو تصاريح أدلوا بها لسراج بريس الذي رصد تفاعلهم مع الذكرى الأولى لاستشهاد عبد القادر الصالح رحمه الله كتب حسيب عبد الرزاق سكرتر تحرير موقع الأوريانت إن شهيد عبد القادر الصالح قائد استثنائي قدم نفسه ممثلا لروح الثورة السورية ضد الأسد وقد أصبح رمزا من رموذ الثورة في حلب بسبب قوته وحنكته العسكرية حيث قاد العمليات العسكرية في رواء التوحيد وقرع قوات النظام وهزمه في معارك تحرير في حلب الشمالي وكان حج مارع شخصية محبوبة اجتماعيا حيث كان قدوة للمقاتلين في الجيش الحر في حلب وأحبه الجميع ولن ننسى حواره الذي أجهه مع موقع أوريانت قبل استشهاده وقال فيه المجتمع السوري مجتمع في غالبياته مسلم معتدل وقال عن نظام الأسد النظام ساقط لا محالة فما من نظام في العالم قام على الدم إلا وسقط سريعا فالشعب قد قال كلمته وطول فترة سقوط النظام مرتبطة بالمجتمع الدولي وخاصة نوسيا والصين وإيران الذين يدعمون النظام في محاولة لإطالة عمره محمد أمين مدير المكتب الإعلامي للهيئة العامة للثورة السورية قال لن يجد مؤرخوث ثورة السورية كثير عنها في تحديد أهم قادة هذه الثورة التي غيرت مسار التاريخ ولعل الشاب المريعي عبدالقادر الصالح سيكون في مقدمة القادة الذين سيحظون بمكانة في ذاكرة سوريا فهو من أهم قادة الثورة الذين أسروا القلوب بصدقهم وإيمانهم الراسخ بحق السوريين بحياة أفضل وكتب الصحفي رائد الحلبي على صفحته الشخصية في فيسبوك لا يحتاج تاريخ الثورات لحبر وورق فالنبلاء من يكتبون تاريخها ونبيل ثورتنا عبدالقادر الصالح يبقى الأطفال ثقب آمل صغير في هذا الجدار العصي ثقب ضوء ربما سيكون قارب نجا لمستقبل سوريا رغم محاولة جميع الأطراف بطمصه وإغراقه لبنى زاعور كتبت في موقع كلنا الشركاء بعنوان جيل الحاضر يهدد سوريا بمستقبل مظلم يشمل المجتمع السوري شريحة واسعة من الأطفال تبلغ أربعين بالمئة من عدد السكان وذلك بحسب إحصائية صدرت عام 2002 وتعد هذه نسبة كبيرة وضخمة وتعد هذه الشريحة من المجتمع السوري أكثر معاناة في ظروف الحرب الدائرة في سوريا وقد عانت من الفقر والتشرد وانعدام التعليم والعناية الصحية وانعدام أدنى مستويات العيش باتت جميع الأطراف المتنازعة في سوريا تحاول استغلال هذه الشريحة الناعمة من المجتمع السوري وذلك لجعلها بوصلتهم لطيل أذرع ولبناء مستقبل أسود على المدى البعيد عملت جميع الأطراف السياسية في سوريا على تجنيد الأطفال في القتال فنظم الأسد قام بتجنيد عشرات الأطفال ما دون ثمانية عشر عاما في عسكرات قتالية خاصة يتدربون فيها على حمل السلاح والفرون القتالية في كتيبة أطلق عليها اسم كتيبة البعث لتجنيد الأطفال وعسكرتهم في المدارس التعليمية أما ميليشيا أبو الفضل العباس فقد جندت الكثير من الأطفال السوريين والأجانب وقامت بتدريبهم على أساليب الشرسة في القتال وذلك عن طريق استخدام عقيدتها الخاصة التي تعمل على غزل دماغ الطفل التي تجعله أكثر عنفا وتطرفا ليس نظام وميليشياته وحدهم من استغل الأطفال بل قامت العديد من الكسائب المسلحة المعارضة على تجنيد الأطفال وتسليحهم وإشراكهم في معارك القتال فاستخدمت أطفالا تصل أعمار أصغرهم إلى 15 عاما في القتال بالمعارك ولحمل ذخيرة وحمل السلاح وذلك بحسب تقرير أجرته Human Rights Watch حول تجنيد الجماعات المسلحة الغير التابعة للدولة للأطفال في سوريا لا تتلخص معاناة الطفل السوري هنا بل هناك الكثير من القضايا الشائكة التي تعطرد طريق طفولته التعليم في سوريا أصبح وسيلة لتشويه الأفكار ولزرع العقائد في عقول الأطفال التي لا تخص طفولته بالمطلق بل تشجع على ظلمية المستقبل وتدمير أجاله لذلك أصبح حق التعليم للطفل السوري من صعاب المهم وبحسب إحصائيات اليونسيف فقد تجاوز عدد الطلاب السوريين الذين حرموا للتعليم الثلاثة ملايين ونصف المليون أما عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية والكتائب المتطرفة فكان الأمر أشد سوءا فأصبح التعليم وسيلة لإصال العقائد والأفكار المتطرفة إلى عقول الأطفال أخطر أثر الحروب على الأطفال ليست تلك الآثار التي تظهر وقت الحرب بل ما يظهر لاحقا في جيل كامل ممن نجوا من الحرب وقد حملوا معهم مشكلات نفسية وصورا مروعة لا حصر لها وإن إحباط أي محاولة لإخراج الطفل من دوامة الحرب ستكلفنا الكثير من العناء في المستقبل مع جيل انتقامي مزلزل القناعات وقعوا ضحية للخوف والهلع مشاهدنا الكرام لا شيء في هذا العالم أثمن من ضحكة صادقة لطفل فلنعمل جميعا لجعل الأطفال يبتسمون وليجعل المستقبل يبتسم لهم وفي غد أجمل إن شاء الله ألقاكم مع حديث صحافة جديد لكم منا أطيب المنى أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة